الحيوانات أسمائها سهلة بالعربي ولكن بالانجليزي بنفكر أنها صعبة طيب، شو رأيك نعرفهم بحلقة جميلة وحلوة وممتعة اليوم؟ تكون تعرف تحكي أهم الحيوانات سواء اللي بالغابة أو الحيوانات الأليفة أو المفترسة بشكل بسيط جداً، يلا خليك يتبع معنا صلي على النبي وتبسم دالنبي تبسم وتبسم صلي على النبي وتبسم أهلاً وسهلاً حبايب قلبي، إذا أنت مشترك جديد معنا فإن شاء الله تكون لديت ضال لدك اليوم بأفضل قناة تدربك على الإنجليزية وليس تعلمك الإنجليزية بحيث أنك تتعلم الإنجليزية بطريقة مختلفة تماماً على اللي أنت بتعود عليها هون حطت لك فيديو بسيط بشرح لك بأقل من دقيقة كيف تبدأ من أي فيديو وكيف تمشي معنا بالترتيب أصدقاء المتابعين معنا الكورس بفترض أنك قاعد معي زي الأسد بما أنه اليوم نحكي عن الحيوانات فرح نجيب سيرت الأسد شوية حيوانات المفترسة والأليفة لازم نعرفها في هذا الكورس رح أضط لك الأسماء اللي لازم تعرفها معايا مثل العادة بتعيد وراي وبتكتب وبتطلع الصور الحلوة اللي بتحط لك إياهم بنا هون زي إيش؟ برابع عليك زي الأسد يلا نبدأ مع بعض الحيوانات نبدأ بالحيوانات المفترسة بالأول اللي بالغابة وبعد ذلك رح نأخذ الحيوانات الأليفة اللي غالي ممكن نأخذها بالبيت مثل ما قلت أترك كل شيء حواليك وركز معايا جاهزين؟ يلا نبدأ من الأسد أسد شو يعني؟ حاول تحذر معايا حتى نحل حلقة ممتعة بنا رح تحط الصورة هون وانا رح أقولها بالعربي وانت حاول تحذر حقا ما نقولها بالانجليزي أسد شو يعني؟ بالضبط اللايون 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 هو الأسد كلكم مثل الأسد طيب أنا لا أحب الأسد أو أحب حيوانة تانية أكثر منه وبعض الناس تديني هذه الكلمة اللي هو النمر ما يعني النمر بالانجليزية اللي هو هذا شاهدوا محلا ولا ألزوا النمر ما يعني؟ تايجر تايجر يعني بإمكانك لا تحط الصورة بالتايجر عم بمزح يا دين النمر يا الحلادي تايجر يعني النمر وبالمناسبة في دراسات أمريكية أثبتت أن النمر أقوى من الأسد لمعلوماتكم المهم لا تقلدمك المهم تايجر يعني النمر تايجر يعني النمر ما يعني الثور الثور هذا يعني عنه بول 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 يعني الثور يقربونه أمريكان يضمون بول أوكي هويش الثور طيب شو يعني تمساح تمساح هذا اللي يخوف تمساح يعني كروكوديل كروكوديل يعني تمساح كروكوديل كروكوديل تمساح تمساح بعيش في المية وكمان برا المية طيب هذا الحيوان الحلو الضخم اللي نحن بنحبه اللي نحن بنفكر وظهره قوي ولكن ظهره كثير ضعيف لمعلوماتكم شو يعني الفيل شو يعني الفيل الف ف هي تكتب تي أتش ولكن تلفظ ف إليفنت إليفنت عيدوا راية إليفنت إليفنت هو الفيل نأخذ الكلمة هذه اللي الغالبية بتغلط كيف بتلفظها حتى بعض التلفزيون بيخزونها بيطلع بيكتيها بشكل روط على التلفزيون هذا اللي هو الدب شو بنلفظه؟ ما بنقوله شحانه بير بير غلط بير هذا بير الله يعزكم بير بير غلط هذا اسمه با با عيد وراي شو قلت؟ با با مش با زي با اللي هي الزوج اللي بالبي العصائلة تحت ولكن هذه با بالبي العصائلة اسمها با با يعني دب با با طيب هذا شو اسمه؟ شو اسمه هذا؟ فاكس مش فوكس فوكس غلط هادي فوكس غلط يعني فاكس فاكس هذا هو ايش؟ فاكس فاكس طيب هذا الحلو هذا الازيز اللي شعراته حلوين اللي برده كتير صفاته كشخصية كاركتر كتير كتير حلو في الحياة اسمه ايش؟ وولف دو وولف دو وولف أنا لحظة العم بالاخبط والعرب بين الذئب والثعلب بالمناسبة مهم وولف هذا هو وولف طيب هادي مرقبة طويلة هادي الستهاني من الحلوة مرقبة طويلة محدش قادر عليها شو اسمها؟ تيراف 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 يعني ايش؟ زرافة الزرافة اخ نكمل كمان حيونات برضو اللي بلاقيها بالغابة هذا شو اسمه؟ اسمه زيبرا زيبرا ما اسمه زيبرا اسمه زيبرا 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 يعني ايش؟ هذا اللي هو الاحصان المخطط أو الاحصان الوحشي ما بدك تسمي؟ أنا بقول عنه الاحمار المخطط والاحصان المخطط حلو طب هذا السيدة بدمتجيل الدبدوب هذا مقاله خرتيت بالعربي شو يعني؟ يعني هيبو هيبو بالبالقوية هيبو هيبو يعني خرتيت طب شو يعني خنزير؟ يعني بيج 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 يعني خنزير بيج يعني كمان بوك خنزير طيب بوك ولحم خنزير طب شو يعني غزالة؟ غزال الغزال بيغطف اللفظ بين البريطاني والأمريكي الأمريكان بنفوزوها بشكل واضح دير 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 البريطان يجب تسمعها منيح فيها در 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 أوكي؟ طيب حلو شو بنلفظ هذا اللذيذي اللي بنشوفه كثير في الأفلام وفي الجناين وبالذات بأوروبا اللي هو السنجاب أو سنجوبم والعندلعو سنجاب ماذا نقول عنه؟ سكويرل 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 سنجاب خلصنا من الحيوانات المفترسة الله يبعدهم عنها مع عدد تايغال وندم وخفيف ونذيذ تعالوا نشوف الحيوانات اللي بنشوفها في البيت وباديك تحذر معايا هتو بيك كلمات رح نقولهم الآن عيب عليك انت تكون تعرف انجليزي ولا بتعرفهمش مطلب منك الآن تعرفهم وتركز تلفظ معايا وتشوف بانك تحط لك الصور أول حاجة هذا شو اسمه؟ الكلب كلنا بنعرفه شو يعني؟ دق مش دق مش دق يا جماعة حرف الأولم بيجي تاني حرف الإنجليزي تعود انك تفتح ثمك مش زي ما علمونا في المدارس الضم ثمك غلط دق دق مش دق اسمها دق 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 هو الكلب الله يعزكم شو يعني القطة؟ قطة يعني كات يعني قطة طيب هذا الحلو له كنا منحب نركبوا الإحصان شو هو الإحصان؟ هو هورس مش هورس 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 يعني الحصان أو الخيل طب شو يعني الأحمار؟ الحمار يعني دونكي مش دونكي دونكي عيد ورايا دونكي حلو دونكي يعني الأحماق هذا الجمل. ما يعني الجمل؟ يعني كامل. الكامل يعيش في الصحراء. كامل يعني جمل. ما يعني البقرة اللي بنحلبها من الحليب؟ نقول عنها كاو. مش كو. كاو. 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 حلو. طب شو يعني الخروف أو هذا الماعز؟ ما اسموش تشيب. اسمو شيب. شا. شا. مش تشا. لأ. شا. شيب. تفرج بالأس وليس بالس. بالس. إذن هذا شيب يعني الخروف أو الماعز. طب شو يعني هذه العنزة أو شو بتقول عنها معزة وشو ما بدي سميها في فلدك سميها. اسمها ايش؟ غوت. غوت. مش غوت غل. اسمها غوت. غوت يعني معزة أو العنزة. حلو نكمل. ثلاثة آخر كلمات ثلاثة. شو يعني دجاجة؟ دجاجة يعني حن. حن يعني الدجاجة. الدجاجة اللي ببيضوا بيعيشوا ويكونوا في بلادنا نأخذوا البيض طبعه وبناكلوا. حن يعني دجاجة. حن. آه. طيب استاذ ديك بنقول عنه حن؟ لا يا استاذ. chicken معناتها دجاجة. ولكن هن هذه الدجاجة اللي بيطبيض. هيك هم ما معرفش. هما دجاجة chicken. الدجاجة اللي بتعيش بالبيوت هالي اسمها هن. طيب حلو. طب الدك يا استاذ شو مقال؟ آه. الدك بنقول عنه كوك. 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 سميها هذا الدك. هو مذكر تاع الدجاجة. بنقول عنه ايش؟ كوك. آخر كلمة الارنب. الارنب كلنا من يعرفه شو يعني ارنب؟ صح. rabbit. rabbit. يعني ارنب. rabbit. عيد ورايا. rabbit. الآن. بافترض انك زي الاسد. كتبت معنا الكلمات اللي قلناها. وعدت ورايا. طلعت على الصور. وهذه هي افضل طريقة تحفظ الكلمات. انك تكتب وتلفظ ورايا. وتشوف الصورة بحط لك يا بانا هون. شو مطلب انك الآن؟ انك تحللت ثلاث اسئلة هدول. وين بتعليق. وين بتعليق. وين بتعليق. وين بتعليق. يعني تكتب وتحت. بانا محتاجة لنا تظلها مستمرة معنا بتصماتها الحلوة. فبدأنا نعطيها شوية لايكات لهذا الفيديو. اذا ما بدك ما تعطيناها. المهم تستفيد يا سيدي. مش مشكلة. اذا انت بتدفع عليهم فلوس. اذا انت ما بتدفع عليهم فلوس. اعطيها بانا وشجحها. ما بدك. ادعونا دعوة حلوة. ونحن معك لما تصبح تتكلم بشكل حلو جدا. الحلقة الجاية كثير كثير ممتعة. رح تكون عن ايش؟ صعبة شوية. ولكن مهمة. عن ايش؟ عن الطي بالضبط. خليك معنا في حلقة الطيور اللي بتلاقيها قريبا. من هون اشترك بقناة المارس عشان تحسن حسن الاستماع عندك الانجليزي. انتظرونا قريبا. مع السلامة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة